المقدمة أمس وحسب زمينة القدرشن يوني الذي غطى المقابلة النتيجة كانت لأنصار الاتحاد أمام حجوط بهدف مقابل سفر ككل أسبوع جمهور اتحاد العاصمة يتنقل بكثرة لملعب بولوغين لتشجيع فريقه لكن اليوم لم يتمتع بالعروض الشيقة مستوى المقابلة كان دون المتوسط في الشوط الأول محاولات قليلة جدا من الجانبين وانتهى الشوط الأول بالتعادل سفر مقابل سفر وبطاقة صفراء للعب رحيم الذي سيكون غائبا الأسبوع القادم هكذا إذن الشوط الأول انتهى بالتعادل سفر مقابل سفر في الشوط الثاني دخول خليلي كان هام جدا بحيث أدى مقابلة زيدة وشجع رفقائه في الهجوم تشجعات المدربين إفتسان وبرحلة كانت غير كافية والجمهور هو الذي لعب دور كبير توصلت التشجعات من طرف المدربين وهذه محاولة من خليلي والحارس بالمرسى ثم مرة أخرى خليلي 36 سنة هذا اللعب لكن دوره كان كبيرا على أرضية الميدان ثم كايا مرة أخرى بضربة رأسية تمر جانبية ويأتي الهدف مخالفة من اللعب رحيم والحارس يرتكب خطأ جنان وهو الهدف الوحيد وفرحة اتحاد العاصمة والجمهور هذه الإعادة والهدف الوحيد ونقطتي الفوز المقابلة ككل لم تكن في المستوى والجمهور هو الذي لعب دوره كما ينبغي خلال هذا اللقاء مرة أخرى اتحاد العاصمة تحاول وضربة رأسية لكن من رحيم القائد وتمر جانبية لكن الفرصة الأخيرة في الثواني الأخيرة أو في الوقت الضائع كانت لفريق حجوط لولا براعة الحارس تسفقات للعب ذليلي على الدور الذي قام به